قوي السياح الروس بيقولك السياح الروس منتظرين مصر على نار وده بجد على فكرة ده مش تحابيش صحفية من عندنا السياح الروس والسياح الانجليز والطلينة على فكرة الناس دي كمواطنين كشعوب بجد عايزين يجو مصر يعني يا جماعة قرنه كده أو يعني نفتكر كده ذكرياتنا لما كنا نطلع شرم والغردقة انت ما كنتش بتلاقي تقريبا اي جنسية اكتر من الروس والانجليز والالمان مثلا الناس دي بتعشق المنتجات السياحية عندنا وبتعشق البحر الأحمر عندنا وبتعشق كل السي اكتيفتيز اللي عندنا السنوركلينج والدايفينج كل حاجة كل حاجة متعلقة بالبحر الأحمر وبجوه المنتجات السياحية عندنا كانوا بيعشقوه فلما يعني نلاقي منشات طالع بيقول انه السياح الروس مستنيين على نار لعودة السياحة اعتقد ان دي مش مبالغة السياح الروس مستنيين بالفعل تفعيل بروتوكول امن الطيران بين موسكو والقاهرة الاستئناف الرحلات الجوية إن شاء الله 1 فبراير المقبل وده التاريخ النهائي تم التوقيع طبعا زي ما احنا عافين على الوفيقة اللي طال انتظارها لعودة الرحلات بين موسكو والقاهرة وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف وعد إنه حيتحدد إن شاء الله حتتحدد مسألة الصفر إلى منتجعات شرم والغردقة في الوقت اللي منظموا الرحلات السياحية الروسية فيه بيعتقدوا إنه ده ممكن يحدث فيه الكورتر الأولاني أو الربع الأولاني من عام 2018 اللي هو أول ثلاث شهور وبيقولوا أو هم بيؤكدوا إنه هم على استعداد يبدأوا على طول يبيعوا الباكتجز ويبيعوا الجوالات في غضون أسبوعين يعني بيقولوا من لحظة القرار ما يفعل إحنا إن تو ويكس نقدر نعمل ماركتينج وبروموشنز لكل الباكتجز اللي إحنا محتاجين نبيع بيها الديستينيشنز اللي هي الراتسي ديستينيشنز شرم والغردقة تحديدا وكان فيه كمان فيه جريدة أو صحيفة روسية اسمها جازيتة وضحت إنه طيارات مصر الطيران ستنطلق لموسكو وطيارات شركة إيروفلوت الروسية هتنطلق إلى القاهرة وممكن الصحيفة كمان الروسية نوهت إنه طبعا ده كان نقلا عن ممثل شركة تي يو آي السياحية في روسيا إنه استئناف الرحلات الجوية للقاهرة ده خبر إيجابي جدا بتعتبر صناعة السياحة الروسية خطوة أولى نحو استعادة مقصد سياحي كان شهير جدا ومهم جدا بالنسبة إلى السياح الروس وهو مصر والبحر الأحمر وبتعد الرحلات دي طبعا إلا القاهرة جيدة جدا زي رحلات كمان على طول نهر ميل الخالد ده كمان يعني مش بس تحبع الحنظر كمان نايل كروزز لأسر وأسوان دي كمان بالنسبة لهم مهمة جدا نائب رئيس الاتحاد الروسي لصناعة الصفر يوري بارزيكين باري أكد إنه بداية العام المقبل برضو نفس التاريخ هتلاقوا كل الناس اللي احنا مستشهدين بكلماتهم في هذا الموضوع كلهم يؤكدوا إنه في الربع الأول من العام اللي هو 2018 هو الوقت الحقيقي لفتح المناطق السياحية للسياح في شارم والغاردقة وكمان المدير العام لشركة انتوريست السياحية الروسية فيكتور طوبول كارارايف أكد إنه عودة المنتجعات السياحية المصرية حيدي دفع لزيادة تدفق السياح للخارج وحيزيد الرقم عندنا من واحد ونص لاتنين مليون شخص دي بعض التصريحات يمكن اللي جاءت لها علاقة بهذا الموضوع لكن خليني كمان بقى أشير إلى إنفو جراف مهم جدا نشرته قناة روسيا اليوم روسيا اليوم نشرت إنفو جراف خاص بعودة الطيران والسياحة الروسية لمصر هي توقعت وإحنا يمكن لاحقا يعني ممكن بقى نتكلم إن شاء الله يعني نعمل فقرة عن الموضوع ده ونعرف بس الأرقام دي جاية بناء على إيه لأنه برضو مهم قوي إنه إحنا بقى مطمئنين إنه القائمين على السياحة عاملين البلان الصح لاستقبال واستعاب هذا العدد إذا ما صدقت الأرقام التي جاءت فيه روسيا اليوم بيكلموا إنه قدوم 3.1 ستة مليون سائح روسي على الأقل على الأقل يعني التوقعات بأكتر من كده دي توقعات روسيا اليوم عقب رفع حضر الطيران بين موسكو والقاهرة وعودة السياحة لمنتجات شرمو الغرداء الصورة أو الإنفو جرافة لحضراتكم شايفينه على الشاشة دلوقتي ده بيوضح اللي نشرتها قناة روسيا اليوم زي ما إحنا شايفين شايفين إنه في الفترة الأولى بنتكلم إنه حييجي مصر 300 ألف سائح روسي ودي ده شيء على فكرة expected قوي لأنه بقى سنتين في حاضر على السياحة فأول ما السياحة بترفع صحيح الناس مشتقين وعايزين ييجوا بس برضو طبيعي إنه ما فيه شوية ألق فكل واحد قاعد مستني التاني هو اللي ياخد الإنشياتف ويروح ويرجع يقول والله لا إتواس سيف والله إتواس بيوتفل المنتجات جميلة ما فيهش أي مشكلة كله أمان فمتوقعين حسب الإنفو جراف اللي حضراتكم شايفين إنه 300 ألف سائح في الفترة الأولى بعدها بالإضافة بقى إنها حنشوف زيادة لعائدات السياحة بنتكلم هنا بقى على التوتال إنكم اللي جاينا إلى 3.5 مليار دولار خلال السبع شهور الأولى من 2018 ده إنفو جراف بيتكلم على لو تشوفوا كده 8 مليون ده عدد السياح اللي مصر متوقعه مع نهاية 2017 بس حتى بنتكلم على 15 ديسمبر زي ما أنتوا شايفين بعدما حدث توقيع بروتوكول استئناف الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة فبنتكلم إنه عندي نسبة لارتفاع أعداد السياح ونسبة لارتفاع بعائدات السياحة في الأشهر السبع الأولى كمان من 2017 وصلت 3.5 مليار دولار وإنه بعد رفع الحضر قد يبلغ عملنا حتى في شكل سؤال كم قد يبلغ عدد السياح الروس الـ expectations أو التوقعات اللي أي لها روسيا اليوم إنه التوقع بـ 3.16 مليون سائح روسي على الأقل خلال 2018 وده أعتقد إنه رقم مهم جدا أتمنى إنه إن شاء الله نكون في المنتجات السياحية في السياحة في الفندقة نكون جاهزين جاهزين بقى بالـ activities المختلفة بالـ entertainment بالـ animations اللي بيحبوها كل بقى الحاجات اللي بيحبوها دي في المنتجات السياحية نكون إن شاء الله جاهزين بيها بإذن الله نروح إلى الخبر